بعث رئيس الطائفة الإنجلية بمصر القص الدكتور أندريا زكي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وجاء في نص البرقية أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو حققت إرادة المصريين الوطنية كما بعث رئيس الطائفة الإنجلية ببرقية تهنئة مماثلة لكل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي